الخبز يمر المواد من خلال خلاط صناعي حيث يستطيع مسج كمية كبيرة من المكونات ويحصل الخليط كذلك على فقاعات الهواء ثم يمر العجين من خلال الطارد الذي يحاول العجين إلى قطع دائرية منفصلة لكن لم يحن الوقت بعد لوضع العجين في الفرن يجب أن يمر بمرحلة مهمة تسمى التدقيق ولهذا السبب ينتقل المنتج على طول حزم ناقل طويل بشكل خاص خلال هذه المرحلة تحدث عملية التغمير المطلوبة بفضل نشاط الخميرة فقط وبعد هذه الخطوة يدخل العجين واخيرا إلى الفرن ويصبح خبزا ثم يتم تبريده واختياره وتعبئته بالطبع الدونات تم تصميم المعدات التي تراها على شاشة للمراحل النهائية من معالجة الدونات إنها في الأساس خطو ديكور حيث يتم تنفيذ الإجراء في خطوتين منتهيين يتم وضع المنتجات المخبوزة في بداية الحزام الناقل أولا تمر عبر منطقة حيث يتم تغطية جزء واحد من الدونات بصلصة سكر ويتم تدوير الدونات بحيث يكون الجانب المزين في الأعلى حيث يتم وراش المنتجات بمواد تلتسق بصلصة سكر وتجر الإشارة إلى نوع يتم يرجاع المواد غير المستخدمة على الفور للخزان ويمكن استخدامها في الدفعة التالية العملية الآخرة هي تبريد مما يجعل صلصة السكر أكثر صلابة وبنفس الطريقة يمكن استخدام المكسرات المفرومة المعجنات كما يوجد الكثير من الكعك والمخبوزات المختلفة وغيرها من المخبوزات فهناك أيضا مجموعة متنوعة من المعيدات المتخصصة المختلفة لإعدادها ولها أغراض واضحة للغاية تقلل من اليد العامل البشرية وتسريع الخفز من خلال تشريل الآلية وبتالي زيادة الإنتاج والأرباحة واليوم سوف أريكم بعض هذه الآلات لنبدأ بالجهاز الذي يستخدم العجين السائل لإنشاء منتج بقوة الضغط هذا هو مفتاح الطارد الخاص بالضغط عن العجين من خلال مجموعة متنوعة من الفوهات المعيدات ذكية ومحمولة تقدم فرصا غير محدودة تقريبا لتشكيل المخبوزات يمكن ملو الماكينة بمجموعة متنوعة من المكونات هنا على سبيل المثال يتم وضع طبقة من معجون اللوز وهنا يتم وضع الكريم فوق المنتج المعيدات التالية التي أود ونظر أي سكاكين بالموجات فوق صوتية هذه السكاكين مصممة لتقطيع المنتجات تلقائيا إلى شرائح بحجم معين وتنتج شفرة اهتزازات صغيرة تصل من 20 إلى 40 كيلو هيرتز وعلى رغم من كونها غير محسوسة للعذون البشرية فإن الاهتزاز يعطي السكين خصائصا فريدة ومفيدة جدا ولا يقوم الجهاز بسحق المنتج عند قطعه مما يجعل القطع أكثر عناية حتى إذا كانت هناك حشوة داخل المنتج بالإضافة إلى أن المنتج لا يلتسق بالشفرة حتى تظل الشفرة ثابتة وفي هذه الحالة فقط المنصة مع المنتجة حركان التفاحة من الصعب تخيل أنه حتى الفاكية تمر عبر العديد من العمليات الصناعية قبل أن يتهي بها الأمر في محلات السوبر ماركت والآن سنكتشف ما هي هذه العمليات كل ذلك يبدو مع الصندق التي يأتي فيها التفاح من الحدائق ثم آلتنا ليخصت التقطه بحيث ينتهي بالأمر على الحزام الناقل ثم يتم وضع التفاح على الفور في الخزان الغسلة المعدات الحديثة لديها نظام إعادة تدوير سائل بحيث يتم السهلاك المياه بفعالية ومن هنا يصل التفاح إلى ناقل الوسطوانة ويتمثل دوره في توزيع الفاكية تاريكان مسافة صغيرة بينهما وبطريقة نفسه يعمل الناقل أيضا كطاولة الفحصة حيث يقوم العامل بإخراج ثمار تالف ويتم رشو منظف طعام الخاص على جزء العلوي لإزالة المواد الضارة والأوساخة ثم يمكن غسل التفاح تحت المجفف الخاص الذي يزيل الرطوبة الزهيدة وخلال هذا التنظيف الشامل يفقد تفاح الطبق الواقع الطبعي مما يؤثر على مظهره وتاريخ انتهاء صلاحيتها ومن أجل استعادة الطبقة الواقع بشكل مصنع يتم رشو كمية صغيرة من الشمع على التفاحة وبمجرد أن يتم تشفيف التفاح مرة أخرى تبدأ المرحلة الأخيرة من الانتاج حيث يتم لسق الملسق على كل فاكهة ويتم تعبية بعض التفاح في الصواني والسنادق بينما يتم تعبية البعض الآخر في الأكياس والشبكات رقائق البطاطس الآن سوف نرى عملية الانتاج التي تمر بها البطاطس لتصبح رقائق البطاطس جاهزة للبيع كل شيء يبدو بالحصاد وتنافذ هذه العملية باستخدام آلات خاصة ثم يتم تسلم البطاطس إلى المصنع في شاحنات ذخمة ومن هنا يتم إرسال البطاطس على الفور إلى صالة الانتاج أو تخزينها في المستودع وتبدأ عملية تنظيف البطاطس من الأوساخ والغبار ويتم تقشير البطاطس في مخبأ بجدران خشنة للحصول على رقائق عالية الجودة يقوم الموظفون بفحص البطاطس الكبيرة وقطعها في النسفة ثم استخدام المعيدات الوطوماتيكية لقطع البطاطس إلى شرائح والخطوة التالية هي غسل شرائح لإزالة الناشا الزائد ويليها التشفيف وبعد هذه المرحلة تتم معالجة شرائح البطاطس بالزيت الساخن الآن فهي لذيذة ومقرمشة لكن الانتاج لم يتم بعد باستخدام آلات خاصة يتم ورش المنتج بتوابل والمرحلة الأخيرة هي التغليف العيس كريم قبل أن يصبح الحليب الكامل عبارة عن آيس كريم يمر عور عمليات مثل البصر والترشيح والتحديث والتبريد لكنني لن أراكز عليها بل سواضح فقط كيف ينتج هذا جهاز الآيس كريم من المكونات المصنعات بالفعل على سبيل المثال هذه الطريقة التي يتم بها إنشاء طبقة من الآيس كريم بين الكوكيز يقوم الموظف بإدراج طبقة الكوكيز في المزروعات الخاصة ثم يتم تسلم طبقة الكوكيز على حزام الانتاج بطريقة دقيقة جدا كما أن تحديد الموقع الصحيح مهم جدا أيضا لأن الطارد يضغط الآيس كريم على طبقة الكوكيز والشيء الوحيد المتبقي الذي يجب فعله هو وضع طبقة الكوكيز الأخرى فوق المنتج النهائي ثم يمر عبر نفق خاص حيث يتم نفقه بالهواي عند 35 درجة مياوية تحت الصفر وهذه العملية تساعد الآيس كريم على التصلب والآن أصبح جاهز للتعبئة هنا نرى أيضا كيف تصنع مخاريط الآيس كريم طارد نال يضغط الحشو مباشرة في المخاريط الورقية بدء من شراب شوكولاتة ثم يسكب الآيس كريم في المخاريط ويوضع القليل من شراب شوكولاتة فوقها ثم يرش الآيس كريم بمكسرات ويغطى بالغيطاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة